أهلاً ملكاً الحمد الله يحييكم جميعاً إيش رايكم اليوم بدي أتكلم عن موضوع وموضوع أعتقد أنه مهم لكم ومهم حتى المتابعين لنا الكرام كلهم وأنا قد تكلمت البارح أنا في بعض حساباتي المتواضعة وهو يا أخواني أتصل عليه واحد أمس يعني يستشيني في قضية صلح وذكرني المواقف اللي ذكرها لي من بعض الأبناء قبيلتها وجماعته ذكرتني من مشكلة يعني ما نبغى نقول ظاهرة لكن والله أننا نقبلها ما بين الحين والآخر وهي أن الناس أصبحوا يمتنعون للأسف هنقول كلمة الحق وأنا والله لقيتها بنفسي يا أخواني يعني نقف الصلح أجلس معهم أقول في مشكلة بين رفيتسكم فلان وفلان وش رايكم قالوا والله يا أبو عبدالله أنه فلان مخطي وأنه فلان مخطن عليه هم اللي أجلسوا معي في المجلس اسكتوا ما قالوا شيء طيب ليه ما تنصحون رفيتسكم وتقول يا ولد أنت مخطي أنت مخطي على فلان وتمنعونهم يمكن لو جيتوه وعلمتوه منعتوهم في المشاكل ومنعتوهم من مليه قلوبهم على بعض وريحتوا حتى المحكمة والشرطة والنيابة بعضهم يقول والله يا أخي ما ودي أتشره منه وبعضهم يقول يا أخوي ما ودي أزعى لحد بكرة بيتراظون هم مش أستفيد أنا وبعضه واصبح هم الأشخاص الأسف يا أخواني هو رضى الناس والدنيا فقط ونسوا يا أخواني أن من كتم شهادة الحق فهو أذم من قلبه ونسوا يا أخواني أن الأخوة الصحيحة علمنا بها محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية عندما قال في الحديث أنصر أخاك ظالم أو مظلومة فقال له رجل مظلوما عرفناه يا رسول الله لكن ظالما كيف قال أن تمنعه أو أن تحجره يعني ترده عن الظلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يا أخواني المشاكل كذرت المشاكل كذرت والشكاوي كذرت والدعاوي كذرت وأنا أقول سببها الرئيسي يعني طبعا أسباب كثيرة لكن من أسبابها الرئيسية أن أنا وأنتو يا أخواني ما عادنا مثل شيبان الأولين واجدادنا أجداد الذين يذكرهم حنا أطفال لا لقوا المخطي ما جمله قالوا يا فلان أنت مخطي على رفيدك فلان أرجع عن خطاك ولا قم عنا يا فلان أنت موذي الربعك والقبائلك أحسن لجماعتك ولا قم عنا ولا قام العاقل منهم هم أخذ من خيار القبيلة ثانين لثلاثة ثم رحالة في البيتهم قالوا يا والد أنت مخطين على رفيدنا وأنت مخطي على رفيدك ولا على لحم كدمك ولا على أخوانك ولا على أخواتك أرجع والله لما ترجع عن نقطعك ثم انصحوه ثم حذروه ثم كلموه بالكلام الزيين حتى يردون عن ظلمه وبعض الناس يا إخواني الأغالف فيهم لا لقى من يرده تراجع لكن مشكلة الناس الآن يجاملون وبعض الناس لا جاملته يحسب أنه على حق الشيطان والنفس تقول أنك على حق يا إخواني وديت أنقشنا وياكم هل هو يجوز أن الرجال يسكت عن كلمة الحق هل الرجال إذا شاف رفاكته اثنين أم تمشكلي الواقب عليه أنه يعدي إليهم بأنه يبين الخطأ وأنه يصلح بينهم ويتلافى المشكلة هذه ولا يقول ما ندخل ما بغزة على أحد خلهم يتشاكوا لأنه يتعبون يتراضون إذا تراضوا جيتهم أو أن كل واحد يقول نفسي نفسي ويترك بني عم ويترك والمشكلة يا إخواني لقىنا مشاكل بين أسر يعني نجي عند رجال والكلمة هذه يقولها يا إخواني لو تزعل البعض ما علي منهم هجي عند رجال أقول ميده وصائي مش رماء أنا ولأنتو ولا يواحد منكم قال لا ما أقدر هذي بتجرح سيامي ولا يمكن تضيع سيامي وهو ماكلم في بطنه ورد خواته ورد خواته كله عماير ومزارع وفلل ضاربن بها في بطنك وتقول بصوم رمضان ويا ربي اعتقر قبتي من النار كافي يا أخي تطلب الله يا أخي وبطنك مليان حق خواتك الضعوف واحدة داكتن عليه تقول والله ما ألقى حليب أطفالي وبوي مات ملي وراعي دراهم وامواله عنده وادق على الشيخ القبيلة يا فلان في قبيلة كذا كذا قال والله يبو عبد الله حنا عندنا عادة ان المره ما تأخذ حقها ولا نبغى نفتح الباب هذا يوالله يا أخواني ولا نبغى نفتح يمكن بعضكم عارف الكلام ذلك ولا نبغى نفتح الباب هذا بيسمعونها النسوان ويطالبون وحنا كل نزيد بطنهم مليان كيف يا أخواتي يا مسلمين كيف أنتوا الآن تطلبون الله العفو والعافية وانتوا ما كن حق أخواتكم أو أخوانكم لحمكم ودمكم اللي انتم مأمورين أصلا بأن يكون ما أكلكم ومشربكم من حلال ومأمورين أصلا أنكم ما تحتدون على أي بشر فما بالك أيضا رحمكم وملزومين بوصل رحمكم والإحسان الله وعدم الإساء عليه أخواني هذه مشكلة والمشكلة نرجع للمشكلة الأولى إن ما في حد يقولك المتلحق يقول يا راس مخطي فالحين يا أخواني هذه دعوة من هذا البرنامج من يعلم بأن هناك من جماعته أو من رفاقته أو من أصحابه من هو مخطي على جماعته ولا على هله ولا على لحمه ولا على دمه رح لي يا أخي يقولك من تلحق إذا ما تبقى تقولها في مجرس أو ما عندك الجراءة تقولها دون إساءة فرح لي في بيته يا أخي ولا رفع الجوال عليه وكلمه وقل يا فلان هرجع إلى طريق الصواب أن ترك مخطي لا يقعد بعضكم يجيش بعض على بعض وبعضكم يشجع بعض على بعض وخاصة في هذه الأيام اللي كلنا نقول اللهم منك كريم ونعفون تحب العفو عفو عنا اعفو عن بعض يا أخواني اللي جل يعفو الله عنكم سامحوا بعض اللي جل يسامحكم الله تجاوزوا اللي جل يتجاوز عنهم عنكم الله يا أخواني كونوا من المصلحين كونوا من اللي يصلحون بين الناس يا أخواني وترى صلاح ذات البين أمر عظيم فالحديث يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصدقة والزكاة ثلاثة يا أخواني أو كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال إصلاح ذات البين لأن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعب ولكن تحلق الدين نصر الله عفو الآفية أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه النقطة وعدم ذكر كلم تلحق ودي أبو صالح تعلمني من أول